تبعنا مع حضراتكم منذ قليل كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للمنتدى العربي الصيني والتي تحدث فيها عن العلاقات مع الصين وتدشين الشراكة الاستراتيجية ومرور عشر سنوات على ترفيع العلاقات المصرية الصينية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وأيضا التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية في اهتمام كبير تخطية وسعة محلية ودولية لزيارة السيد الرئيس إلى الصين وعقد هذه القمة المصرية الصينية بقاعة الشعب الكبرى في بكين هذه القمة مشاهدين الكرام شهدت مباحثات معمقة بين الرئيس السيسي ونظير الصيني حول تعزيز العلاقات الثنائية تزمنا كما ذكرنا منذ قليل الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشامل القمة صدر عنها بيان مشترك أشاد بتطور الملحوظ في علاقات البلدين في كافة البجالات واللي شهدت طفرة كبيرة في السنين الأخيرة خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية لأن الصين بتشارك فيه مشروعات كتير جدا في مصر سواء كان العاصمة الجديدة على سبيل المثال أو حتى مجالات البنية التحتية النقل السجد الحديدية ده غير كمال الاستثمارات الصينية بالمنطقة الصناعية تيدا أشر سيد الرئيس في كلماته منذ قليل إلى التكامل ما بين رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية كما أكد على أنه لا يوجد حل لوصول لحل الأزمة الفلسطينية دون معالجة جذور هذه المشكلة وتحدث أيضا عن تقدير الجانب العربي للموقف الصيني من قضية العدوان الإسرائيلي على غزة وقال إنه هو موقف يعني يحترم وأيضا هناك تقدير عربي لهذا الموقف الفلسطيني بشكل كبير كمان مبارح الرئيس السيسي ونظيره الصيني دشينه عام للشراكة المصرية الصينية اللي حيشهد العديد من الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأيضا الثقافية والسياحية بهدف دفع وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات ده غير طبعا اللي تبعناه مبارح من خلال التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين من بينها خطة للتطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصال بالإضافة كمان لعدد من مجالات التعاون الأخرى في الواقع العلاقات المصرية الصينية هي علاقات تاريخية وامتدة منذ 68 سنة لأن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع بيكين العلاقات دي تطورت بشكل كبير جدا تحديدا منذ عام 2014 وباقت الصين هي أكبر شريك تجاري لمصر واعتقد أن هذه الزيارة هتفتح مسارات أكتر للتعاون والتنسيق بين مصر والصين في كل المجالات سواء كان على مستوى الملفات الإقليمية والدولية أو على المستوى التجاري والاقتصادي زي ما تبعنا مع حضرتكم خلال حديث سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل أكد على أهمية العلاقات المصرية الصينية وأيضا تعزيز التعاون جنوب جنوب تطرق أيضا إلى قضية فلسطين والموقف الصيني تجاه القضية الفلسطينية وأشاد بهذا الموقف الحقيقي تطرق أيضا لقضية الأمن المائي العربي يمكن نقاط كتير وملفات كتير تطرق إليها سيدة الرئيس أكيد هنتبعها خلال حلقتنا النهار ده مرة تانية منصبح على حضرتكم صباح الخير والسعادة عليكم صباح الخير يا مصر